موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت هي الفرحة التي اشتاحت بيوت الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام ما يقارب الستين بالمئة هي نسبة الناجحين ونسب تختلف من بيت لآخر في القدرة على التعليم الجامعي في بعض الطلاب أنه بكون أهليهم أنه في مجال أنه يسجلوا بالجامعة أنه بكون فيه مادية عالية أنه زي طلاب فيه متوفر لهم مصاري أنه يقدموا بالجامعة وفيه طلاب أنه بكون أهليهم غير مقدرين على أنه يعطوا مصاري كدفع للجامعة فبيلجع في بعض الطلاب أنهم بلجعوا أنهم يطروا يشتغلوا عشان يقدروا يوفروا وفيه بعض الطلاب بروحوا على مراكز أو مؤسسات أو شيء زي كدعمهم أو زي قصة منح أو ما منح ارتفاع على أسعار الأقصات الدراسية تعزوه الجامعات إلى أن قصة الطالب لا يغطي أكثر من ستين بالمئة من كلفة تعليمه والبقي تعتمد فيه الجامعات على المنح والمساعدات جامعة بيرزيت مثلا خرجت بعجز أربع ملايين دينار أردني من العام الدراسي الأخير في كل العالم المجتمع يتحمل جزء من كلفة التعليم العالي بطريقة أو بأخرى في الحالة الفلسطينية الحكومة خفضت من الموازن المخصصة للجامعات وهي لا تدفع إلا الجزء بسيط من الموازنة التي تقررها بالنسبة للجامعات يعني مثلا خلال العام الحالي لم تدفع السلطة لجامعة بيرزيت أكثر من حوالي مئة وستين ألف دولار أهالي متذمرون لطلاب جدد وقدامى وحركات طلابية تصاعد إجراءاتها ضد إداراتها الجامعية أملا بتخفيض الأسعار هذا التذمر واضح من أهالي الطلاب ومن الطلاب أنفسهم مجلس الطلبة والكتل الطلابية قامت بعمل تصعيدات أولية وهي إغلاق بنك فلسطين صباحا اليوم ولهذه اللحظة هو مغلق ويوم السبت سيتم التصعيد إلى إغلاق المركز المالي في إدارة الجامعة وأيضا إغلاق بنك فلسطين فبالتالي يوم السبت سيكون الضغط الأكبر على إدارة الجامعة لأن لا دينار واحد سيدخل عليها في هذا اليوم وزارة التعليم العالي لا تحدد أقصاط الجامعات الخاصة وتترك السوق مفتوحا للعرض والطلب أما الجامعات فتوصي بحوار مفتوح مع السلطة الفلسطينية لبحث دعم هذه المؤسسات إذن يبدو أن فرحة النجاح بالثانوية العامة لا تستمر لأكثر من بضعة أيام حين تصطدم بجدار مرتفع لمعدلات القبول في أفضل الجامعات وجدار آخر أكثر ارتفاعا للأقصاط الدراسية وما بين الجدارين طالب بأحلام تتمنى الوصول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر